السلام عليكم ما زلنا في الفصل الثامن من منهج نظام تشغيل الأكاديمي ووصلنا إلى ما يسمى بـ Implementation of Page Table اللي هو طريقة بناء الـ Page Table في داخل الذاكرة الرئيسية ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك طريقة عدة طرق لبناء الـ Page Table ومن ضمنها بعض الأحيان يتم ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالـ Page Table Base Register والـ Page Table Length Register والي هي تماما مثل استخدام الـ Page Register والـ Length Register اللي تحدثنا عنها في بداية الفصل الأول يحدد بداية الـ Page Table عنوان البداية لهذا الموقع الذاكرة للـ Page Table والثاني يحدد طول الـ Page Table الموجود في الذاكرة بهذه الطريقة طبعا راح يكون لكل بيانات أو إعازات نريد الوصول لها في الذاكرة راح سيكون لدينا 2 Memory Accesses يعني الأول راح يكون للـ Page Table لأنه نبحث عن هذه الـ Data أو Instructions في داخل الـ Page Table لكي نعرف الفريم المقابل لها والوصول الثاني راح يكون إلى نفس هذه البيانات في الذاكرة الرئيسية فبالتالي راح سيكون لدينا تأخير بسبب استخدام الـ Page Table لأنه في كل مرة نبحث عن بيانات معينة أو إعازات معينة أو كود معين نحتاج أنه نصل إلى الذاكرة الرئيسية مرتين يعني المعالج أولا يذهب إلى الـ Page Table الموجود في الذاكرة الرئيسية للبحث عن هذه البيانات ثم بعد ذلك بعد أن يحصل على أنوان الفريم الموجود أيضا في داخل الذاكرة الرئيسية يذهب مرة أخرى إلى الذاكرة الرئيسية ليجلب هذا الفريم لكي يبدأ العمل عليه وتنفيذه فبالتالي مشكلة أنه نصل إلى الذاكرة مرتين يمكن حلها باستخدام ما يسمى بالـ Special Fast Lookup Hardware اللي هو بشكل مختصر هو الكاش تماما نفس فكرة الكاش المستخدمة ما بين المعالج والرام باستخدام كاش يعني وسطي هنا أيضا نستخدم نوع ثاني من الكاش يسمون الـ Associated Memory أو Translation Look Aside Buffer TLB هذا الـ TLB طبعا يعني يستخدم في داخله ما يسمى بالـ Address Space Identifier اللي هو معرفات حيز الأنوان لكل واحدة من الحقول لهذا الجدول والتي تحدد بالضبط أي عملية تتبع لها هذه الـ Page والفريم الخاصة بها لأنه إذا ما استخدمنا لغرض الـ Protection طبعا Otherwise, need to flush at each at every context switch إذا لم نستخدم هذه الـ ASID نحتاج أنه معنا كل عملية context switch مع كل عملية إخراج لـ Process معينة وإدخال الـ Process أخرى لغرض التنفيذ نحتاج أنه نعمل يعني مسح للذاكر بصورة كاملة وإعادة تشغيلها مرة أخرى أو إعادة ملئها لأنه بدون معرفة أي Page تتبع إلى أي Process رح يعني يتم خلط هذه الـ Pageات مع بعضها البعض وبالتالي سيصبح من الصعوب تمييز أنه أي بيانات تتبع إلى أي عملية فبالتالي نستخدم الـ ASID لكي نستطيع يعني معرفة أي Page تتبع إلى أي بروسس وبالتالي هو هذا ما يسمى بالـ Memory Protection يعني أو الـ Address Space Protection الـ TLB عادة تكون صغيرة الحجم تتراوها بين 64 إلى 2024 أو حقل يعني في حالة أنه المعالج بحث عن بيانات معينة طبعاً رح يبحث عنها في الـ TLB اللي هو مثل ما ذكرنا هي ذاكرة سريعة من نوع كاش قريبة جداً من المعالج الوصول لها يستغرق وقت أقل بكثير من الوقت المستغرق للوصول إلى الذاكرة في حالة الـ Hit يعني إذا وجد البيانات الذي يبحث عنها سيتم الوصول لها مباشرة إذا في حالة المس إذا يعني بحث عن شيء معين ولم يجده في الـ TLB فبالتالي طبعاً هذه البيانات أو هذه القيمة سيتم تحميلها إلى الـ TLB لكي نحصل على وصول أسرع في المرة القادمة يعني نفس مفهوم الكاش بالضبط إذا المعالج بحث عن بيانات معينة في داخل الـ TLB وفي داخل الكاش إذا وجد هذه البيانات سيترجع إليه مباشرة إذا لم يجدها سيذهب مباشرة إلى الذاكرة للحصول على هذه البيانات ولكنه سيترك نسخة من هذه البيانات في داخل الـ TLB لكي يسرع الوصول لها في المرة القادمة أيضاً يعني خوارزميات أو تقنيات استبدال الـ Pages والـ Frames في داخل الـ TLB يمكن أو يجب أن يتم استخدامها وإن شاء الله رح نشرحها فيما بعد بعض الحقول في داخل الـ TLB يمكن أنه نقوم بلحامها بشكل wired down يعني يتم ربطها مباشرة عن طريق الـ Hardware لكي نحصل على وصول سريع ودائمي لبعض الحقول فبالتالي إذا كان المعالج يحتاج إلى يعني priorities مختلفة أولويات مختلفة للعمليات بحيث أنه بعض العمليات دائماً تكون لها أولوية أكبر يمكن أن نضع الـ Pages الخاصة بها في داخل هذه الأماكن المحجوزة مسبقاً للوصول السريع وبقية الـ Pages أو بقية الـ Processes تملع بقية الحقول في الـ TLB مثل ما تلاحظوا هنا يعني هو هذا الـ Associated Memory أو الذاكرة المخصصة رح يكون متكون من عدة حقول طبعاً بس الحقلين الرئيسيين اللي الخاصة بها هو Page Number والFrame Number يعني كل Page مثل ما ذكرنا المعالج ينظر إلى العنوان Logical Address فبالتالي يرى Pages الذاكرة تنظر إلى Physical Address وبالتالي هي ترى Frames فكل Page يعني المعالج عندما يرسم عنوان معين يكون هذا العنوان خاص بPage معينة ولكنه هذه الـ Page هي طبعاً بالحقيقة تتحول إلى فتشيء اسمه Frame من خلال مثل ما ذكرنا سابقاً الـ Memory Management Unit يتحول إلى Frame اللي هو هذا العنوان الحقيقي Physical Address لهذه البيانات الموجودة في الذاكرة والذي تراه الذاكرة الرئيسية فهذه الحقول الرئيسية أو المهمة في الـ TLB الـ Address Translation هنا رح يكون عندنا من الـ Page Number والـ Displacement مثل ما ذكرنا إذا كانت الـ P موجودة في الـ Associated Register أو الـ Cash Get the Frame Number يعني إذا كانت الـ Page موجودة هنا في هذا الجدول رح نحصل على الـ Frame Number المقابل لها أما إذا لم تكن الـ Page موجودة فبالتالي رح نذهب إلى الـ Page Table الأصلي الرئيسي اللي كنا نتحدث عنه في المحاضرات السابقة ونجلب من عنده الـ Frame Number مثل ما يوضحها هذا الرسم المعالج رح ينطينا Logical Address يذي يكون من Page Number والـ Displacement اللي هو بعد البيانات التي نحتاجها عن بداية الـ Page بدايةها رح يرسل الـ P إلى الـ TLB لـ Translation Look Aside Buffer ليبحث عن الـ Frame Number المقابل لهذه الـ P إذا وجدها يعني إذا أصبح لدينا TLB Hit يعني إذا بحث عن P رقمها خمسة ووجدنا هنا هنا الخمسة موجودة رح مباشرة نجد رقم الـ Frame المقابل لها ونأخذه مباشرة لتوريد الـ Physical Address لأنه مثل ما ذكرنا الـ P والـ D هي Logical Address المقابل لها الـ Physical Address هو الـ F وال D يعني الـ Page Number يقابلها الـ Frame Number إذا وجدنا البيانات في الـ TLB مباشرة رح نجلب الـ Frame Number هنا ويتكون لدينا الـ Logical Address فبالتالي رح نصل إلى الذاكرة مرة واحدة فقط لأنه هذه الـ Main Memory والـ TLB هو خارج الـ Main Memory أما إذا أصبح لدينا TLB Miss يعني أنه بحثنا عن الـ Page Number المطلوب ولكنه لم نجهده هنا فنضطر أنه نذهب إلى الـ Page Table وأيضا نعرف أنه الـ Page Table موجود داخل الـ Physical Memory موجود داخل الـ Main Memory داخل الـ Daكرة الرئيسية فبالتالي رجعنا إلى المشكلة الأصلية اللي كنا نواجهه لأنه رح نصل إلى الذاكرة مرتين مرة اللي كي نجلب الـ Frame Number ونأخذه وحصلنا على الـ Physical Address والمرة الأخرى نصل إلى البيانات الحقيقية التي نبحث عنها أصلا فبالتالي هنا نلاحظ بأنه يعني في حالة الـ TLB Hit قمنا بتسريع العمل لأنه وصلنا إلى الذاكرة مرة واحدة فقط في حالة الـ TLB Miss يعني أصبح لدينا نفس المشكلة الأصلية اللي هي الوصول مرتين إلى الذاكرة وإضافة إلى ذلك الوقت المستغرق للبحث داخل الـ TLB والذي يكون عادة قصير جدا هنا طبعا لدينا كيفية حساب الـ Effective Access Time اللي هو وقت الوصول الفعال أو الحقيقي عند استخدام الـ TLB إذا افترضنا بأنه الـ Associated Lookup is Epsilon Time Unit يعني هذا مقدار سقير جدا هو الزمن المستغرق للبحث في داخل الـ TLB هذا عادة يكون أصغر يعني من 10% من زمن الوصول إلى الذاكرة يعني هنا عادة زمن البحث هنا زمن الوصول يعني إرسال الـ P والحصول على الـ F عادة يكون يعني أقل من 10% من الزمن المستغرق للوصول إلى الـ Page Table اللي موجود في ذاكرة رئيسية وهنا طبعا راح تكون لدينا يعني مثل الكاش يكون Hit Ratio و يكون Miss Ratio نسبة الـ Hit يعني نسبة إيجاد البيانات أو معدل إيجاد البيانات التي نبحث عنها في داخل الـ TLB هو Alpha وليكن مثلا هذا كمقدار معين طبعا هذا راح يمثل النسبة المئوية للمرات التي نجد فيها الـ Page Number في داخل الـ Associated Registers أو الـ Associated Buffer أو الـ TLB طبعا هذه النسبة تتناس يعني هذه النسبة لها علاقة بعدد الـ Associated Registers إذا كان الـ TLB كبير طبعا راح تكون نسبة أكبر إذا كان الـ TLB صغير جدا راح تكون نسبة أقل لنفترض مثلا إذا كان عندنا نسبة أو احتمالية إيجاد البيانات التي نبحث عنها في داخل الـ TLB هي 80% وزمن الوصول إلى الـ TLB الرئيسية هو مئة نانو سكند لها هنا عشرين وهنا مئة هنا نحسب الـ Effective Access Time اللي هو الـ ETA راح يكون عندنا واحد زائد الأبسلوت في الألفة زائد الأثنين زائد الأبسلوت في الواحد ناقص ألفة أي أنه عندنا وصول ذاكرة واحد فقط في حالة الـ Hit وعدنا وصولين إلى الذاكرة في حالة المس فالـ Hit هو ألفة والمس هو الواحد ناقص ألفة يعني كلسبة مئوية فراح يطلع عندنا النتيجة النهائية هو اثنين زائد الأبسلوت ناقص ألفة إذا أخذنا أرقام يعني حقيقية أيضا إذا افترضنا بأنه الألفة هي ثمانين بالمئة إلى أبسلوت عشرين للـ TLB والمئة نارسكند بالنسبة للـ Access فراح يكون عندنا الـ Effective Access Time هو ثمانين بالمئة راح نستغرق فقط مرة واحدة راح نصل مرة واحدة إلى الذاكرة لهذه المرة زائد الأشيرين بالمئة راح نصل إلى الذاكرة مرتين أي أنه الثاكرة رئيسية مرة واحدة فقط فراح تكون عندي ثمانين بالمئة في مئة زائد عن اشرين بالمئة المتبقية راح تكون مضروبة في مئة الـ لأنه هي راح نصل إلى الذاكرة رئيسية مرتين فراح يطلع لأدنا المعدل نهائي هو مائة عشرين الـ هذا هو أفضل بكثير من المعدل هو راح يكون مائةين نانو سكند اذا استخدمنا فقط الذاكرة الرئيسية اذا استخدمنا فقط البيج تايبل. فنلاحظ بانه استخدام قلل لنا المعدل من مئتين الى مئة عشرين. اما اذا اخذنا يعني اه في الحقيقة هي او معدل ايجاد البيانات في داخل هو اكثر بكثير من الثمانين بالمئة. قد يصل الى تسعة وتسعين بالمئة. يعني تسعة وتسعين بالمئة من المرات التي يطلب فيها المعالج بيانات معينة اه من البيج تايبل سيجدها في داخل قبل ان يصل الى البيج تايبل. فبالتالي هنا اذا صارت عندنا aynı سيجدنا هذه نسبة كبيرة جدا. تسعة وتسعين بالمئة. ايضا رح تكونация تسعين بالمئة. رح نصلك الى الذاكرة مرة واحدة. زائدا واحد منية فقط صارح نصلك الى الذاكرة مرتين. فبالتالي يطلب ادنا المعدل النهائي للزمن الجد يستغرقه المعالج للوصول الى البيانات. هو واحد واحد نانو سيكوند. فهو قريب جدا كأنه هو يعني شبه اه او مقارب تماما الى اليميت نانو سيكوند اللي هي فقط للوصول الى الذاكرة مرة واحد فاللاحظ بأنه استخدام TLB قلل لنا الزمن المستغرق للوصول الى الذاكرة او اللي جاء بالبيانات من مئتين في المعدل الطبيعي لأنه دائما نصل مئة الى الـ Page Table ثم المئة الاخرى للوصول الى البيانات نفسها الى 101 نانو سيكونت اللي هي يعني تقريبا النصف فبالتالي استخدام TLB يعني واضح الفائدة المرجوة من عنده بالنسبة للميموري بروتكشن ايضا مثل ما ذكرنا عدة مرات في هذا الفصل مهم جدا هو عزل البيانات الخاصة بكل واحدة من البروستيس عن البيانات الخاصة بالبروستيس الاخرى هنا الميموري بروتكشن الذي يتم استخدامه في داخل تقنية البيج البيجينج اللي هي يعني احد تقنيات الميموري منجمنت يتم استخدام الاسوشييتد بروتكشن بيت يعني هناك فت بيت للحماية موجود في داخل كل واحد من الحقول في داخل TLB الذي يحدد في اما اذا كان هذا الحقل او هذه البيج او هذا الفريم هو read only او read write access هل هو القراءة فقط او هو ممكن القراءة والكتابة ويمكن ان يكون هذا ايضا فقط execute only او غيرها يعني يعني read only read write execute only هذه هي طبعا البتات التي تحدد ما هو الشيء الذي يمكن اعمله بهذا البيج الخاص او الخاص لبروستيس معينة التقنية الاخرى للميموري بروتكشن اللي مستخدام هنا هي valid وunvalid bit ايضا هذا عبارة عن بت واحد هو اما صفر او واحد يتم ارفاقه بكل واحد من حقول البيج تيبل يعني هي اما هذه الطريقة او هذه الطريقة او هذه الطريقة هناك ثلاث طرق اما نستخدم طريقة الاسوشياتف بت او نستخدم طريقة لكل حقل من حقول البيج تيبل بحيث انه اذا كان هذا يدول على انه البيج مخصصة للعملية الحالية وموجودة ضمن اللوجيكا الادرس سبيس الخاص بها وبالتالي فهي ليجال بيج يعني بيج قانونية يمكن التعامل معها اما اذا كانت انفالد فهذا يدول على انه البيج هي ليست ضمن الحيز المنطقي للعناوين الخاصة بهذه العملية فبالتالي اذا يمكن استخدامها ايضا يمكن استخدام اللي تحدثنا عنه سابقا بانه كل بعنوان يجينا من ال سي بيو نختبر هل هو ضمن اللوجيكا الادرس سبيس الخاص بهذه العملية او لا اذا كان ضمن اللوجيكا الادرس سبيس نستطيع الوصول له اما اذا لم يكن كذلك فراح يكون عندنا ايرور او ادرسينك تراب او غيرها من الثمان يعني شرحنا في المحاضرات السابقة اه يعني اي خرق لهذه القواعد اللي تحدثنا عنها رح يؤدي الى اتراب تذكرنا اللي هو رح يكون عندنا فات ايرور او انتربت رح يقاضع عمل المعالج ويوقفه لانه رح يخبر المعالج او رح يعطفت رسالة للمستخدم بانه انت تحاول الوصول الى بيانات هي موجودة خارج نطاق الادرس سبيس الخاص بالعملية الحالية التي انت تعمل عليها هنا انا عندنا فالمثال يوضح الفالد انفالد بيت يعني اذا كان عندنا هذا هو هذه البروسس اي ادرس سبيس الخاص بيها وهذا اللوجيكا الادرس يعني بيج زيرو بيج وان الى البيج فايف وكان عندنا هذا البيج تايبل بحيث انه كل واحدة من البيج نمبرس اكون محدد لها فالد وانفالد بيت فهنا رح شون نقدر نقرأ هذا طبعا هذه الداكرة الرئيسية رح يكون شكلها رح نقول بانه البيج زيرو موجودة في داخل الفرايم الثاني وهي فالد اي انه هي تابعة للحيز العنوان الخاص بالعملية الحالية فاللاحظ بانه البيج زيرو موجودة في الفرايم رقم اثنين هذا الفرايم رقم اثنين موجود في داخل البيج زيرو وهي فالد يعني انها تابعة لهذه العملية البيج واحد موجودة في داخل الفرايم الثلاثة البيج واحد موجودة في داخل الفرايم الثلاثة وهي فالد ايضا البيج الثانية الثالثة الرابعة الخامسة لاحظ بانه البيج السادسة والسابعة هي ان فالد وبالتالي هنا ما نلاحظ بانه وجود اي بيج سادي بيج سيكس ان بيج سبن غير موجودة في داخل الحيز العنوان المنطقي لهذه العملية ربما يكون الـ Page Table الخاص بعملية أخرى يحتوي على Page 6 و Page 7 وممكن تكون موجودة في مكان آخر ولكنه ليست موجودة في داخل الـ Page Table الخاص بهذه العملية لأنه مثل ما ذكرنا كل عملية سيكون لها Page Table خاص بها يعني مستقل عن العمليات الأخرى هنا أيضا تكون لدينا مفهومة اللي هو Shared Pages اللي هو الصفحات المشتركة هذه الـ Pages اللي هي مثل ما ذكرنا قطعة من الذاكرة ممكن تكون مشتركة ما بين العمليات وممكن تكون مستقلة إذا كان لدينا Page مشتركة اللي هي Shared Code والعادة أن تكون هي جزء الـ Code يعني كل برنامج يتكون من Code و Data الكود ممكن يكون مشترك بين عدة عمليات مثلا إذا كنا فاتحين ملف Word أو ثلاث ملفات Word الكود اللي مكتوب به يعني برنامج الـ Word أو Microsoft Word هذا قد يكون هو Shared Code يعني ما بين كل هذه العمليات لأن كل واحدة من هذه الصفحات اللي نفاتحيها الـ Word هي تعتبر عملية Process ولكنه الـ Data الخاصة بكل واحدة من هذه اللي رح تكون هي Private يعني مستقلة ومنفصلة فرح تكون أدى نسخة واحدة من الـ Read Only Code يعني طبعا عادة الكود يكون عادة Read Only في أغلب الأحيان إلا إذا كان هو Open Source فالكود رح يكون هو Read Only نسخة واحدة من أندر رح يتم تحميلها إلى الذاكرة قد تكون مشتركة بين عدة عمليات مثل ما ذكرنا الـ Text Editors اللي هو محررات النصوص قد يكون هو الـ Word أو الـ Notepad أو الـ WordPad أو غيرها الـ Compilers الـ Windows Systems وغيرها من الأنظمة الأخرى أو البرامج الأخرى فهناك نسخة واحدة من هذا الكود رح تكون مشتركة بين عدة عمليات مشابه هذا المفهوم تماما إلى الـ Multiple Threads المشتركة بين يعني في In The Same Process Space هذا طبعا تحدثنا عنه في الفصل الرابع اللي هو كان يتحدث عن الـ Threads وأيضا ذكرنا بأنه ممكن أن يكون هناك Multiple Threads موجودة في داخل الـ Process الواحدة إذن رح يكون بها Shared Code والبيانات رح تكون مختلفة بين كل واحدة من هذه الـ Threads Also useful for Inter-Process Communications أيضا يعني هذا الوجود نسخة واحدة من الكود مشتركة بين عدة عمليات أو عدة Threads رح يكون مفيد لأتصالات بين العمليات يعني بين الـ Threads المختلفة إذا كان هناك طبعا مشتركة Read Write Pages ممكن أنه القراءة أو الكتابة من بين هذه الـ Pages أما إذا كانت النوع الآخر اللي هو Private Code and Data يعني رح تكون عندنا كود خاص وData خاصة أيضا كل عملية رح تكون لها نسخة منفصلة من البيانات والكود الخاص بها وكل Page لهذه يعني كل Page هو عبارة عن جزء من هذه الكودات المنفصلة أو المستقلة أو الخاصة للكود أو الـ Data طبعا رح يظهر في مكان معين في الذاكرة يختلف من مكان إلى آخر هذا في المثال على Shared Codes أو Shared Pages إذا كانت أدنى الـ Process 1 والـ Process 2 والـ Process 3 متشاركة فيما بينها في الـ 3 Pages اللي هو الـ ED1, ED2, ED3 هنا أيضاً اللاحظة ED1, ED2, ED3 ونفس الشيء ED1, ED2 وهذا ED3 لاحظ أنه لأنه هي مشتركة موجودة كلهم في نفس المكان في الذاكرة يعني 3, 4, 6 3, 4, 6 وهنا هنا 3, 4, 6 فنلاحظ بأنه هذه الـ Pages اللي هي موجودة أيضاً بـ 3 و 4 و 6 ED1 و ED2 و ED3 هذه الذاكرة الرئيسية هذه الـ Page Tables طبعاً الخاصة بكل واحدة منتهم وهذه الـ Processes أما بالنسبة للـ Data 1 و Data 2 و Data 3 هذا لأنه هي Private يعني مستقلة فكل واحدة منتهم تظهر في مكان مختلف في الذاكرة فالـ Data 1 موجودة في frame 1 نجي إلى frame 1 يلقى موجودة داخله في Data 1 بالنسبة للـ Data 2 موجودة داخل frame 7 أيضاً نجي إلى frame 7 نجي في داخله الـ Data 2 وأخيراً بالنسبة للـ Data 3 موجودة في frame 2 أيضاً نجي إلى frame 2 نجي في داخله الـ Data 3 فنلاحظ بأنه الكودات المشتركة موجودة لكل الأمليات في نفس المكان ولكنها البيانات المنفصلة أو المستقلة لكل واحدة منتهم ستظهر في مكان مختلف في الذاكرة الرئيسية الأمر الآخر الذي مهم جداً معرفته عن الـ Paging هو الـ Structure of the Page Table يعني كيفية بناء الـ Page Table لحد الآن نحن عرفنا بأنه الـ Page Table ممكن أن يكون هو عبارة عن جدول يتكون من الـ Valid & Invalid Bits والـ Associated Bits والـ Frame Number والمقابل لها الـ Page Number وغيرها من الأمور الأخرى إلا أنه يعني الهيكل الذاكرة الـ Page Number أو Page Table قد يأخذ حجم كبير جداً إذا استخدمنا الطرق التقليدية الـ Straight for Word Methods طرق التلقائية والتقليدية راح تجعل الـ Page Table يصبح كبيراً جداً خصوصاً إذا أصبحت لدينا عمليات كثيرة مثلاً إذا كان لدينا 50 عملية كل واحدة من هذه العملية راح يكون لها Page Table خاص بيها فمثلاً إذا كان لدينا 32 Bit Address Space يعني هذا حيز العنوان الذي يخرج من المعالج يعني يعني إذا كان المعالج خاصتنا أو نظام التشغيل يعمل على 32 Bit واللي موجود هو في Modern Computers وأن كان هاسا حالياً هي أغلبها هي 64 Bit ولنفترض بأنه الـ Page Size راح يكون يعني حجم الـ Page الوحدة هو 4 كيلو بايت اللي هي 2.12 الـ Page Table راح يكون 1 مليون انتريس اللي هي حاصل قسمة 32.32 على 2.12 راح يطلع أدن معناتها كل Page Table يحتوي على مليون حقل فإذا كان كل واحد من هذه الحقول يعني 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 يشغل 4 بايت هات فقط هذا اللي راح يدول على أنه راح يصير أدن كل Page Table هو عبارة عن 4 ميجا بايت of Physical Address Space of Memory for each Page Table alone يعني كل عملية راح يكون لها Page Table كل Page Table راح يكون 4 ميجا بايت من الذاكرة الرئيسية من الرام طبعا هذا راح يكون يعني كبير جدا خصوصا إذا كان هناك مئات أو آلاف من العمليات التي تعمل في الوقت الواحد فبالتالي don't want to allocate that contiguously in the main memory إحنا ما نحتاج أنه نقوم بتخصيص كل هذا المقدار من الذاكرة فقط لل Page Table فنحتاج أنه نبني ال Page Table بطرق أخرى واللي هي Hierarchical Paging ال Hashed Page Table وال Inverted Page Table هذه الثلاث طرق رئيسية التي يتم من خلال بناء Page Table في الأنظمة الحديثة واللي إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرات القادمة بشكل مفصل شكرا جزيلا ومع السلامة